السلام عليكم ورحمة الله هنتكلم عن الميزان الزنبوركي الميزان الزنبوركي هو من أدوات قياس الوزن من أدوات قياس الوزن الوزن وحدة قياس النيوتن مخترع الميزان الزنبوركي هو ريتشارد سالتر هو مبتكر الميزان الزنبوركي معتمدا على نظرية روبرت هوك للمرونة حيث في هذه النظرية أن كلما زاد الوزن زادت الاستطالة يبقى ريتشارد سالتر هو مخترع الميزان الزنبوركي والميزان الزنبوركي بيتكون من سلك زنبورك من الداخل مقاوم للوزن ومصنوع بحيث أنه تتناسب الاستطالة مع الكتلة ويوجد خطاف حتى يتم وضع السكل فيه فمثلا عند ده كيس كيلو جرام من السكر لما نيجي نوزن هنلاقي واحد واحد كيلو جرام من السكر ده ككتلة أما كوزن فكل ميت جرام تكافئ واحد نيوتن كل ميت جرام تكافئ واحد نيوتن يبقى واحد كيلو جرام يكافئ عشر نيوتن يبقى الميزان الزنبوركي بيقيس الوزن والوزن وحدة قياسه النيوتن هذا هي الطريقة العلمية أما القتلة فتقيس وحدة قياسها هي الكيلو جرام وتقاص بالميزان زوء الكفتين أو زوء الكفة الوحيدة يبقى مبتكر الميزان الزنبوركي هو ريتشارد سالتر والميزان الزنبوركي هو أداة قياس الوزن التي وحدة قياسها النيوتن والسلام عليكم ورحمة الله